وخطوات اللجنة على صعيد تأمين المساعدات الإنسانية لمحتاجها في المحافظات السورية ودور الوزارات والهيئة المعنية بالإغاثة والجمعيات الأهلية في إطار عمل اللجنة وأكد الرئيس الأسد أن الملف الإنساني وتداعياته يمثل أولوية بالنسبة للدولة ما يستوجب بذل مزيد من الجهود من المعنيين بهذا الملف وتسخير كل الإمكانيات واستثمار الموارد بطاقاتها القصوى من أجل توفير الاحتياجات اللازمة من مأوى وغذاء ودواء لكل مواطن اضطر للنزوح بسبب جرائم الإرهابيين وشدد سيادته على أن الدولة مسؤولة عن رعاية جميع مواطنيها وتأمين مستلزماتهم ليس فقط في أماكن نزوحهم وإنما في بعض المناطق التي يحاصرها الإرهابيون لافتان إلى أن الوزارات والجهات المعنية تبذل جهودا كبيرة في هذا المجال ونجحت في كثير من الحالات في إخراج المدنيين من المناطق المحاصرة وتكفلت بتأمينهم في مراكز إيواء لفت الرئيس الأسد إلى ضرورة زيادة التعاون بين الوزارات والجهات العاملة بالشأن الإنساني وإلى أهمية إيصال المساعدات دون تأخير ومتابعة العمل ميدانيا مع جميع الجهات المعنية داخليا وخارجيا بما يسهل العملية الإغاثية دون المساس بالسيادة الوطنية حتى تحقيق الهدف النهائي والمتمثل بعودة كل مواطن سوري إلى منزله آمنا مطمئنا رئيس مجلس الوزراء شرح أن الحكومة حارصة على تقديم كل ما يلزم لتوفير جميع احتياجات الملف الإغاثي وتجاوز العراقيل التي تعيق ذلك من روتين إداري أو صعوبات لوجستية تسعى الحكومة لحلها وأكدت الدكتورة الشماط أن تجاوز الروتين من شأنه أن يساعد في تسريع عمل اللجنة العليا للإغاثة موضحة أن العائق الأكبر الذي يواجه عمل اللجنة هو المجموعات الإرهابية التي تتعرض لقوافل الإغاثة ممثلوا المجتمع الأهلي والجهات الأخرى التي تشكل جزءا من اللجنة العليا للإغاثة قدموا بعض المقترحات التي تعزز دور اللجنة في العمل الإنساني وتسهل عملها